السلام عليكم إليهم مريض يعاني من مشاكل في المعدة فاتخذ الأطباء الإجراءات لمعرفة سبب الآلام التي يعاني منها المريض وبالفحص تبين وجود جسم غريب داخل معدته وبالفعل قاموا الأطباء بتجهيز غرفة العمليات التي مكسوا فيها ما يقرب من ساعتين تقريبا ليكتشف الأطباء وجود جسم غريب داخل معدته ملفوب بطريقة غريبة جدا مثل لفة الحشيش قاموا بالإبلاغ عن الجسم والمفاجأة أنهم اكتشفوا أن الجسم الغريب عندما قاموا بفحصه وفكه وجدوا أنه موبايل صغير قام المريض ببلعه منذ ما يقرب من سبعة أشهر وهذا المريض مريض نفسي يعالج نفسيا تابعونا ولا تنسوا دعمكم لنا باللايك وبالاشتراك في القناة ودمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله